ثلاثة اعوام منذ انقلاب الميليشيا على الدولة حملت معها انهيارا في كل شيء الامن الغذائي وحتى العملة المحلية وجدت نفسها تعاني انهيارا كبيرا امام بقية العملات كانت البداية من خلال سياسة الميليشيا الرافضة توريد اي مبالغ مالية للبنك المركز اليمني وهو الامر الذي قوض من دوره والتزاماته واضطره الى صرف الاحتياطي العام المقدر باكثر من اربع مليارات دولار لمجابهة حاجة المواطنين للغذاء والدواء سياسة الميليشيا العبثية تواصلت من خلال انشاء سوق سوداء للنفط والعملات وفرض جبايات غير قانونية على التجار تحت ما يسمى بالمجهود الحربي الامر الذي ادى الى زعزعة استقرار العملة المحلية وهروب رأس المال الوطني للخارج هروبا من بطش الميليشيا الانهيار الذي عانت منه العملة دفع البنك المركزي الى اعلان التعويم في محاولة منه الى انقاذ العملة لكن محاولاته باءت بالفشل وادى انهيار العملة المحلية الى ارتفاع الاسعار نتيجة التضخم الذي تسببه هبوطها الامر الذي القى بضلاله على الوضع الاقتصادي في البلاد التي تعاني وضعا انسانيا صعبا بسبب الحرب وهو ما قد يضاعف من معاناة الملايين من المواطنين واصلت العملة المحلية انهيارها المتسارع حيث وصل سعر الدولار الواحد في التداولات اليومية الى اكثر من 450 ريالا في ظل غياب تام لأي مؤشرات قد تسهم في غياب هذا التدهور يرى مراقبون محليون ان العملة المحلية لا تزال مرشحة لانهيار اكبر في ظل عزوف دول التحالف العربي عن القيام بواجبها تجاه منع هذا التدهور من خلال دعم الاحتياط العام مما قد يؤدي وفق مراقبون الى انهيار كلي ودخول البلد في ازمة قد لا تجد طريقها للحل قريبا